بيان مقام العبودية مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى هنا في قوله تعالى ففروا إلى الله هذا الجزء من الآية الذي اخترناه عنوان الحلقة الخطاب من مقام الربوبية إلى مقام العبودية العبيد حتى يكون العبد عبدا عليه أن ينظر إلى شاهق الربوبية فلا يرى لنفسه وجودا مع وجود الله حتى يكون عبد في فرق من عبد الرب ولا يرى لنفسه إرادة مع إرادة الله ولا مشيئة مع مشيئة الله يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله إن لله عبادا إذا أراد أراد هؤلاء العباد الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد الله الصالحون وهؤلاء العباد الذين يجمعون بين صدق العبودية مطلق العبودية ليس هناك اعتراض على الله ليس هناك إنكار ليس هناك يعني يؤسفني أن أقول بعض الغافلين من الناس يتراه يعني يقول لك هذا يعجبني وهذا لا يعجبني في الدين من أنا وأنت حتى يعجبني أو لا يعجبني بعد كلام الله عز وجل ورسوله وأمره ونهيه لنا كلام يعني هل نحن نفاوض الله عز وجل على مائدة مستديرة أما يأتي المفاوضات أصلا هل لوجودنا وجود ما عوجود الله هل نحن موجودون باختيارنا أم نحن مقهورون في وجودنا فعلى ما نفاوض وعلى ما ننكر وعلى ما نعترض بذلك العبد في السراء والضراء حتى يكون فرا الله عليه أن يلتجأ بقلبه مع كمال الرضا والتسليم بقدر الله وقضائه سواء في السراء وفي الضراء نعم